من وزارة التربية والتعليم لوزارة الصحة أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أنه تم تقديم 112 ملايين و685 ألف خدمة طبية خلال حملة 100 مليون صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية وده كان يوم 31 يوليو 2024 حتى مساء الخميس 10 أكتوبر لنفس العام الحالي وده طبعا في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان